اهلا بكم من جديد القضية فعلا خطيرة لانه احنا خلال السنين اللي فاتت الكلام كله على تجديد الخطاب الدين والناس بتبقى مهتمة بفكرة تجديد الخطاب الديني فاعادت النظر مرة اخرى في الكتب التراث في المناهج اللي بتتدرس في الازهر لكن مش واخدين بالهم انه جزء مهم جدا من منظومة تجديد الخطاب الديني هو تأهيل الناس اللي مفروض يوصلوا هذا الخطاب الديني للشعب واحنا عندنا كان ولا يزال الدعاء ليهم وضعية خاصة يعني تختلف معهم تتفق معهم تبقى معجب ببعضهم مش معجب ببعضهم بس الدعاء لا يزال ليهم تأثير كبير جدا سنين اللي فاتت كمان كان فيه طفرة فيه مسألة التدريب الائمة بيتم تدربه تم تدربهم على ايه التدريب ده بيتم ازاي ايه الهدف منه هنوصل معاهم لحد فين خلينا نسمع عن هذه الموضوعات وموضوعات اخرى من ضيفي الكريم دكتور اشرف فهمي دكتور اشرف فهمي هو مدير عام التدريب بوزارة الاوقاف والمشرف العام على اكاديمية التدريب تدريب الائمة في الوزارة اهلا بك دكتور اهلا بسلام دكتور منورني الله بارك فيك شكرا جزيلا انت المسألة عندك مكتملة لانك بدأت حياتك كمان امام خطي نعم طيب الاكاديمية التدريب للدعاء دي الاول لسادة المشاهدين اللي يمكن بعضهم مثلا ما تبقاش الصورة كاملة عنه بدأت الفكرة ازاي واشتغلته ازاي اولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الهاد الامين وبعد فبشكر حضك على هذه الاصدافة الجميلة ورحمة سادة المشاهدين ربنا بارك فيك لكن في البداية عايزين نقول ان الاكاديمية ما كانش فيه اكاديمية اصلا اصلا وده من انجازات الوزارة التي اوجدها الستاذ الدكتور محمد مختار الجمعة فالمبنى كان موجود وغير مستغل ومبنى فخم مبنى يعني اربع ادوار ومبنى على طراز حديث مبنى فخم بما فيه وحننتكلم على تفاصيل المبنى يعني لان هنقول الاكاديمية مبنى ومعنى صحيح ما كانش فيه اكاديمية الان اصبح فيه اكاديمية للأوقاف لتدريب الائمة والواعظات واعداد المدربين ده الاسم ده مرحلة تانية ده مرحلة الاكاديمية بدأت في شهر واحد في عام 2019 لسه السنات اه لسه عندنا يعني افكار وعندنا خطط طموحة جدا في قضية التدريب لكن المبنى عشان نوصف المبنى توصيف صحيح ونشوف الانجاز اللي حصل فيه الوزارة من خلال الاكاديمية الاول المبنى كما قلت هو نقلة حضرية في التدريب المبنى يا سيد محمد فيه قاعات تدريس ما يقرب من عشر قاعات تدريس واسعة مجهزة وفيها اساليب تكنولوجيا حديثة فيها مطعم كبير يسعى مئة دارس مطعم كبير لان احنا بنوفر الاعاشة الكاملة فيه في ان الامام والدعي يتفرغ تماما للاندراسة والاكل مهم للامة طبعا مهم حضرتك ان احنا بنوفر اقامة كاملة عشان يترك اي حاجة في تشغاله عن الاندراسة وتفرغ تماما يعني للتدريب تماما وفيه سكن فندقي كويس مناسب وملائم ايضا عندنا قاعة مجهزة معمل لغات للغة الانجليزية وعندنا معمل صوتيات كذلك يدرب على اللغة الانجليزية وغيرها من اللغات وبدأنا بالفعل فيه دورة او اتنين او تلاتة دلوقتي وشغالين فيه لغات ده الهاردوير يعني ده المبنى يعني يدربون بقى على ايه نخش بقى على قضية المعنى والمعنى هنا واسع وهنتكلم فيه او نيجي عند المناهج الاول المناهج المقدمة هي مجموعة من اصدارات وزارة الاوقاف التي اصدرت فيه الاعوام الاخيرة وانا جبت لحضرتك نمازج من هذه المؤلفات جزء من شق الدين بس تمام ليه لانا مؤمن بالقضية لساعة اقتراحتها من شوية وهي قضية الفكر الفكر يواجه بالفكر الان الحروب دكتور محمد اصبحت حروب فكرية حرب العقول الحروب الاخرى الان يعني تكلف فاذا كان هناك حروب اخرى لا تكلف فتستعمل الآن الفكر يواجه بالفكر فكان ولوود من تحصين الائمة وهم الذين يشكلون الوعي ندى الجماهير وعايز اقول لحضرتك خلينا دكتور مشاطع كلامك بس خلينا بعض المعلومات التفصيلية يعني يعني احنا عندنا كام امام وخطيب مسجل في وزارة الاواف الائمة الرسميين تقريبا 60 الف امام دول اللي هم الائمة الرسميين 60 الف امام تمام غير خطباء المكافأة دول 60 الف اللي هو امام وخطيب امام وخطيب 60 الف طيب عندي كام خطيب المكافأة اظن اقرب من نفس العدد ده يعني بين اربعين او خمسين اربعين لخمسين الف تقريبين طبعا هذه الاطنم تقريبين دلوقتي اه تقريبين طب احنا عندنا مفروض عدد المساجد في مصر قد ايه؟ ممكن يقرب من مئة وعشرين 120 الف مسجد نعم يعني احنا عندنا الخطباء الرسميين الائمة والخطباء الرسميين والائمة والخطباء بالمكافأة تمام بيغطوا بيغطوا المساجد تمام اه طمعا هل فيه امام اي امام وخطيب في اي مكان على مستوى جمهورة النصل العربية غير خاضر لمزلة وزارة الاوقاف؟ لا لا يوجد لان خالص جميع الائمة والمساجد تخضع تحت وزارة الاوقاف يعني كل من يصعد المنبر يخضع لوزارة الاوقاف لابد يعني واخد تصريح من وزارة لو هو مش معين تمام بالضبط طيب المستهدف بقى انه كل دول يتم تدريبهم ولا انتوا ملقى التدريب احنا نيجي للمعنى بعد شوية بس بنفتق المستهدف مين المستهدف في الفترة اللي احنا بدأنا بها الاكاديمية استهدفنا الائمة اللي دخلت المسابقات في وزارة الاوقافية كان عندنا مسابقات دخل فيها الائمة زي مسابقة الامام المتميز مسابقة الافاد مسابقة الحج هذه المسابقات كانت مسابقات صعبة جدا يعني من يجتاز هذه الاختبارات تعرف انه على علم وعلم قوي وعنده من الاستعداد والموهلات ما يكون اعلى من ذلك ينقص بعض المهارات وبعض التدريبات لكي يصل الى مرحلة اعلى مما هو فيه وبالتالي يستطيع ان يخاطب جميع الجماهير المسجر كما تعلم كل مستويات الجاهل والامي والطفل والكبير دي كلها ثقافات في المسجر المختلف في يوم الجمعة فبالتالي لازم يكون عنده وإذنك احنا ادخلنا علم الاجتماع وعلم النفس ما هو احنا الوقت هو بيتدرب الاول انتوا كده اللي بيكتازوا المسابقات تمام يتم اختيار هؤلاء ويبدأ تصفية وانا اخذ منه مثلا اخذنا مئة واثنين يعني الدفعة الاولى كانت مئة واثنين بالواعظات عندنا اتنشر وعدات مع المجموعة فيكون عدد الدفعة الاولى مئة واثنين هذا بجانب الدورات التدريبية للاداريين جنبل الى جنب يعني الا اما في قاعات والاداريين في بعض القاعات على التكنولوجيا وعلى الحاسب الالي طبعا الاداري هتدرب على الحاسب الالي وعلى وغة انجلزية طيب انتوا هنا يبقى هنا الكتب اصدارات وزارة الاوقاف خلال السنين اللي فاتت اللي هو هنا العلم الشرعي يعني تمام بالزبط هل فيه علوم اخرى بيتم تدرسها تمام بجانب العلوم الشرعية اضفنا علم الاجتماع وعلم النفس ومحاضرات في الامن القومي محاضرات في حروب الجيل الرابع والخامس علم الجمال علم الحضارة والاثر المصرية كل هذه الثقافات تجتمع عند الامام مكون موروث ثقافي تقوي زاده مع الجانب الشرعي علم اصول الفقه من ضيفه للشرعي والمحاضرين على اعلى مستوى في جمهة مصر العربية مين مثلا من اهم المحاضرين من بره نطاق الاوقاف يعني مين في علم النفس في علم الاجتماع الدكتور احمد الزايد عميد ده استاذ الاجتماع وعندنا في الدكتور ممدوح الضماطي وزير الاثر الاثر السابق وعندنا المفكر الكبير الدكتور مصطفى الفقي ده مفكر كبير ومشاء الله محاضراته قوية واثرية عندنا طبعا العالم الكبير الدكتور علي جمعة واغراء مصوري وعالم لا انا بتكلم من خارج نطاق العلوم الديني يعني عندنا الدكتور احمد زايد عندنا الدكتور ممدوح الضماطي عندنا الدكتور مصطفى الفقي عندنا برضو الدكتور سامي الشريف والدكتور سامي عبدالعزيز سازتنا طبعا هذا من ناحية الإعلامية لكي يربط الإمام بالإعلام هو قدراته في الاتصال لانه بتكلم مع جمهور مختلف فلازم يوصل للجمهور ده بطريقة معينة يعني اكثر المحاضرين من أسازة الجامعات المتخصصين الخبراء الذين لديهم باع كبير في إخراج أجيال متتالية عبر انا متعكد مثلا محاضر الدكتور سامي عبدالعزيز بتبعى محاضرة عظيمة انا حضرت له محاضرة وكانت بصراحة يعني اقول دكتور سامي شريف أيضا يعني انا اتكلم على تقول الإعلام نعم طيب يبقى دول من خارج الوزاق طبيعة بقى الفكر الديني اللي بيضر عايزة أوري حضرك ده نموذج يعني دي بعض انا جدتش كل الكتب لكن هدي بعض الكتب مفاهيم يجب أن تصح ده عبارة عن قضايا طبعا الإمام أو الداعية لما يقرأ ويدرس ويمتحن في هذه المادة يحاول لما يجي فكر ضال أو فكر منحرف أو فكر الإخوان أو غيره يعني مثلا ايه المفاهيم اللي بتصحه يعني عندنا مثلا مفهوم التكفير وعندنا مفهوم التكفير الحاكم كيف ترد على من يقول أن الحاكم غير ذلك طيب وتكفير الناس أصلا وتكفير الناس تكفير العام من الناس يفعل هذا كافر يكفر هذا ويكفر هذا وكأنها يعني أمر سهل بالنسبة لله عندنا برضو مفهوم المواطنة كيف يعيش المسلم مع غير المسلم في مكان واحد في شارع واحد في منطقة واحدة مفهوم الجزية در الحرب كل هذه الإرهاب مفهوم الإرهاب طبيعة الإرهاب كيف ترد على الإرهابيين كل هذه المفهوم وفيه كتاب أقوى من هذا وعايز برضا ده المقاصد ضلالات الإرهابيين وتفني ديها ده كتاب من الكتب العظيمة وعايز أقول له هذا نقطة مهمة عشان ما ننسهاش إن الذين قاموا بإعداد هذه الكتب فريق كبير من أساتذات جامعة الأزهر وشباب وعلماء وزاعة الأوقاف وبإشراف دقيق من معالي وزير الأوقاف المصرية دكتور محمد دكتور جمعة وأيضا لنا كتاب هنا للدكتور شوقي على مفتدية المصرية قواعد الفقه الكلية حقيقة مجموعة كتب تفتح الأفاق لدى الدعاء الدعاء والأئمة عندنا كتاب فقه المقاصدي ده مهم ده عظيم يعني فينا مادة تطبيقية وإحنا إن شاء الله في مرحلة القادمة نخرج الجزء الثاني من الفهم المقاصدي أنا كتبت عن الكتاب ده هو الكتاب ده الكتاب رائع فقه الدولة وفقه الجماعة لكي يؤصل عند الإمام ما مفهوم الدولة وما مفهوم الجماعة القاصر القائمة على المصلحة وأنه يعلي مصلحة التنظيم على مصلحة الدولة والوطن وهذا الكتاب الكليات السيد أيها لطيف جدا خلينا نعرف منك بس حاجة دي معلومة للسادة المشاهدين نعم لأنه كنا نعرف أن الكليات هي الكليات الخمس خمس حسنت أنتو ضفتوا بقى أخي واحدة أضفنا كلية الكلية حفظ الوطن هي الكليات الخمس الأول كانت إيه؟ كانت المال والنسب والعقل والنفس والدين المال والعرض المال والعرض والعقل والنفس والدين والدين فأنتو ضفتوا حفظ الوطن ليه؟ ما نعرف أن نقول ليه برضو وهذا التجديد أين يكون الدين؟ أين يقام الدين؟ في الوطن؟ لا يقام الدين إلا في مكان إلا في وطن يحميه ويأويه وأين تصلي وأنت في حد تصلي في الحرب؟ يعني في مكان كله لا الوطن هو في المقدمة ثم يأني بعد ذلك الكلية الخمس لأنك لن تستطيع أن تحافظ على عرضك ولا على دينك ولا على مالك إلا في وطن آمن إلا في وطن آمن إضافة دي إضافة خاصة بالباحثين في اللي أعدوا هذا الكتاب باستقراء العلماء والخبراء الذين من أهل الخبرة في الدين واستقراء أن يكون الحفاظ على الوطن إحدى الكليات فلا تستطيع أن تحافظ لا على مالك ولا على دينك ولا على أبنائك إلا في الداخل الوطن آمن مستقر خارج بقى خارج الكتب الدينية يعني وانت بتكلم عن علم الاجتماع وعلم النفس سوى الأمن القومي والإعلام تمام وفنون الاتصال تتكلم عن علم الجمال وعلم الحضارة تمام هل ومع أعرفش هل السؤالي ده يبقى مستهجاً ولا لا لكن هل علاقة الأئمة بالفن تمام بالفن بالموسيقى بالمسرح بزيارة المتاحف مثلاً لأنه انت بتتكلم مثلاً الأئمة دول بيتكلموا مع شعب الشعب المصري ده طول الوقت يعني الفن جزء من حياته تمام الموسيقى الأغاني الأفلام المصرحيات زيارة المتاحف مثلاً هل في مساحة مساحة من الفن في التدريب انت بتبتسمت ليه ابتسمت لأنه لم أجد أحد من الأئمة منع أو يعني رفض مقادرة الفن كفن لأن الفن من وسائل العصر الحديثة و يعني أمر لم أتوقع أعد بيمنعه يا فندم لكن أنا بقصد هل في التدريب مثلاً أنا بعتبر أن الإعلام نوع من الفن الإعلام نوع من الفن و التواصل الإمام مع الإعلام داخل التجزون المصري أو غيره من القنوات ده نوع من الفن لكن إن كنت تقصد المسلسلات والأمور دي ده أمور عادية يعني كل الناس بتشاهد هذا بدون امتناع يعني لا حرجة في هذا لا لا أما يعني لا ده عادي عندنا زمان إمام أنا فكر في البلد فيقولك إنه كان صلاة القيامة في رمضان فكان يعجل فيها عشان الناس تلحق مسلسل شادو الدموه دي مسألة تانية يعني لكن لكن أنا أعصد إنه هل مثلاً في الأبرة يعني هل مثلاً ممكن ممكن جزء من تدريب الأئمة إن هم يحضروا حفل سيمفوني مثلاً في الأبرة ولا دي صعبة والله دي فكرة جديدة حلوة والله يعني أنا مش بقولك إن هم هيروحوا أنا فهمت حفلات مثلاً لكن الأبرة مثلاً فن رفيع ممكن يحضروا ويبقى فيه جزء في التدريب ده ممكن نطرحه في المستقبل نطرحه في المستقبل يتحمس يعني كيف تعالج هذه المسألة وكيف تكون يعني لأن لها طريق خاصة لكن أنا أصد إنه ما فيش فيها حرج يعني لا لا أنا لا أرى حرج لا أرى في حرج تماماً يعني لأن أمر الفن نوع من كأي علم من العلوم يعني لا وهو أنا أصد أفندي إنه هو بيعكس طريق تفكير الناس في المجتمع وصنقفتهم فهو لما يبقى ملم بالفن والتجاهات والناس اللي بتقدمه هو بتكلم مع الناس بيبقى فاهم هو الفن الآن أصبح يعني رسالة هادفة جداً للمجتمع المصري يعني الفن في حد ذاته أصبح رسالة قوية ومهمة بخاصة لأن الناس الآن أصبح تتجه إلى الميديا أكثر وبالتالي إحنا محتاجين إن إحنا يعني الإمام يلم بقضايا الفن وما حوله فيكون مستوعب لما حوله من القضايا طيب عايز بس أكمل لحضرك إن عندنا دورات تدريبية للأئمة لكتاب نعمة الماء طبعا قضية الماء نتعرف الآن هي قضية الوطن وإحنا يعني بنندرب هذا بالتعاون مع وزارة المواد المائية والشركة القابضة للمياه على تدريب الأئمة في قضية التوعية كيف التوعية الثقافية سواء التوعية الدينية ودي تأتبعه أو قضايا التوعية لسلوكيات الناس سواء من خلال الدروس والندوات من خلال خطب الجمعة لأن عمنا خطب على مدار كل ستة أشهر بنعمل خطب عن الماء عشان برضو باشتراك مع سائر المؤسسات ده بالنسبة لكتاب نعمة الماء ده مترجم إلى اللغتين إلى اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية طيب إنه لسه عندنا حاجات ده كتاب الحوار الثقافي بين الشرق والغرب طبعا أنت مشوفت بذائب كده لا كل الكتب عندي يعني ما عايز أقولك الكتب دي كلها ده عندك؟ نعمة الماء نعمة الماء في كتاب كان أخير اللي هو فقه السيرة فقه السيرة اللي هو عدده أحد شهرين من الوزارة طرق اسامة فخري وطبعا أشرف عليه معالي الوزير وكتاب قيم يعني صدر 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 غزوة في القرآن إطلاقا ما فيش كلمة غزوة في القرآن فهنستطيفه إن شاء الله لأنه هو عامل طرح كويس جدا إن شاء الله طيب بس احنا هنا مش كل الأئمة مستهدة فيه لا احنا في الحقيقة الخطة القادمة أنا عايز أوصل لده يعني أنا عايز أوصل إنه فيه إمام وخطيب في قرية صغيرة في أقصى مصر بيطلع يوقف على منبر ويتكلم مع ناس ومش وصل له الكتب دي ومش وصل له البرامج دي ده يعني وضعه إيه في الوزارة هو احنا اتفقنا مع معالي وزير قبل يومين على إن احنا حنعمل حالة جديدة من التدريب من تحت إلى الأعلى يعني احنا كنا مشهين من أعلى إلى أسفل لا المراضي هناخد بقى حالة من تحت الفوق نبدأ من القرى والنجوع وإحنا صعادين حيث إن الكل يقابل يبقى فيه تدريب مستوى مستوى عالي يعني هابط من أعلى إلى أسفل من أسفل إلى أعلى حيث إن يبقى فيه طلاقي ويبقى فيه حالة تنشيط إلى إما باستمرار سوى بقى المستوى المثقف العالي أو اللي هو إمام متميز أو الإمام اللي هو يعني مستوى محتاج تقوية ودعم وأنا أشيد بكل زملاء الأئمة المكتهدين الذين في الحقيقة لا يملون من القراءة والثقافة والوقوف لأن أنا أعتبر الإمام أئمة مساجد هم جنود هل فيه متابعة فندم ليما يقرؤون؟ يعني مثلاً زمان كان فيه بدل قراءة تقريباً نعم صحيح وكان فيه فترة كانوا بيجيبوا كتب معينة يدوها للأم يقروه يعني البدل ده ما كانش فلوس كان كتب نعم هل الوزارة بتتابع؟ يعني الناس بتقرأ إيه؟ بتقرأ كتب مين؟ بتستقل معرفة منين؟ لأنه ده ينعكس على خطابه تمام نعم نحن بنحاول بقدر ما يمكن نحن نوفر في التدريب الكتب الوزارة حتى يعني يستطيع أن هو يقرأها وفيه في الموقع الوزارة مكتبة إلكترينية ممكن يخش على المكتبة يختر الكتب اللي هو عايزها بدي إف بقى بدي إف وكل الإمام من شاء الله عندها يعني أجهزة حتى المعندوش ابنه عنده فممكن ابنه ينزله لكن المكتبة كبيرة وفيها كتب قيمة تراث كتب من التراث وكتب من العصر إلى الحديث لأنه برضو يبقى عنده حالة من التوسعة هل مكتبة الوزارة دي يعني فيها كتب ثقافية مثلا؟ فيها روايات فيها دواوين شعر فيها كتب في السياسة لا كتب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فيها كل أنواع الكتب يعني سواء كتب التراث أو كتب علم الاجتماع المجلس الأعلى غني بالكتب مليء بالكتب الثقافية أنا أعرف المعارف الأخرى يعني هل مثلا؟ ما الذي يمنع أنه يبقى فيه برنامج تثقيفي للدعاء أنهما يقروا رواية نجيب محفوظ نعم وتوفي الحكيم نحن عندنا قسم الأدب نحن نقرر في التدريب اللغة العربية في الأدب قصة والرواية موجود موجود في التدريب في التدريب في الشعر في الأكاديمي وفي النور لأننا عندنا قسمين في التدريب عندنا أكثر من مكان يعني فإحنا بنحاول نوفر يعني اللغة العربية فيها الأدب فيها الشعر فيها النثر فيها النثر فيها النثر اللي قتحته والقصة والرواية والمقال كل ده طبعا نوع من التدريب عليه طيب هاخد حضرتك ليه القضية الأهم بقى وهي القضية الأخيرة في حوارنا يعني إلا إذا كنت حضرتك عايزة تدفلنا حاجة فضل وهي هذه الخطوة من التدريب وإعداد الدعاء دورها في القضية الكبرى والهم الأكبر وهو تجديد الخطاب يعني أنت عارفين فيه طبعا ناس مختلفة على تجديد الخطاب لكن خلينا نتكلم بالطيار العام أن هناك مهمة تجديد الخطاب اللي بيحصل ده هيتم توظيفه إزاي يعني أنا عايز أقول أن أهم عنصر في هذه القضية إذا كنا عايزين نجدد وإحنا إن شاء الله هذا هو طريقنا وهدفنا الاهتمام بالتدريب التدريب هو الطريق الوحيد أمام التجديد الوحيد أنا أرى هذا تمام أقول سعادتك حاجة إذا كنا عايزين نجدد الخطاب طيب أين حامل الخطاب من الذي يحمل الخطاب يبقى فيه ملقي ملقي للخطاب هذا الملقي أنا أهتم به اهتمت به دربته أسقلته بالمهارات وأكسبته المعارف والمعلمات بشت المعارف طبعا أصبح عندي واحد جاهز يلقي المعلومة صحيحة مش حاب أنا متطمن عليه وهو بيتكلم في أي مكان هيروح عليه وبالتالي ما زلت أقول التدريب طريق مهم جدا في تجديد الخطاب الديني وهذا ما تسعى إليه الوزارة قدما على سائر على سائر الجهاد التابعة لها سواء في الأكاديمية أو في المركز الرئيسي أو في المراكز التابعة لتدريب داخل جمهورية مصر العربية لأن عشان نخلق يعني أو نكون عقلية مستنيرة يبقى لازم نهتم بالتدريب وده هو عملنا وتركزنا في الفترة القادمة إن شاء الله تعالى يعني هو بيقوم التدريب بشكل أساسي على دمج الأئمة والخطباء أكثر في المجتمع في علومه وفي اهتماماته وفي مشاكله وفي أضلاء إنه ما يبقاش منعزل إذا عدتك هو مين مين اللي بيلتحم بالنس أكثر يعني أسبوعك كامل مع الناس ويوم الجمعة مين بيحل مشاكل الناس مين بيسمع للناس ها المسألة ما بتبقاش مجرد فتاوى ده بسألوه قضيائهم ومشاكلهم وخلافاتهم العائلية حتى يعني أنا على مستوى الشخصي وعلى ما شفت بعض الزملاء الناس بتذهب إلى الأئمة في حل مشاكلهم الاجتماعية طب بصراحة بصراحة هل مثلا الموضوع تحديد إطار للخطبة يعني هو كان الكلام على الخطبة المحدة زمان بس الوقت في إطار للخطبة نعم أو تحديد لموضوعات مثلا هل ده يساعد الإمام في إنه يتواصل مع الناس ولا يعطله يعني مثلا ممكن أبقى أنا إمام في دمياط تمام وفي المنطقة اللي أنا فيها فيه موضوع أو فيه مشكلة أو فيه ظاهرة تمام فتلاقيني مثلا سايب المشكلة اللي على الأرض وبتكلم فيه الموضوع الإطاري أو الموضوع العام للوزارة بعتهولي تمام أو في الدائلية تمام أنا هقول ساعدك حاجته أه الحاجة الأولى إن الخطبة الإطار العام ده ده عمية تقريبية الإمام وأنا وجدت يعني ترحيب كبير من تقريب الموضوع وتحديده للدعياء والإمام ده النقطة الأولى النقطة الثانية إذا كانت فيه ظاهرة معينة في منطقة معينة وأنا عندي موضوع أنا بتكلم عندي خطبتين الخطبة الأولى فيها موضوع الوزارة وعني الخطبة الثانية أقدر أغطي فيها الظاهرة عبطي له حرية يعني حرية يعني إحنا مش عايزين نضيق على الناس متاحية لكن أنا عايز أشعر إن الإمام برضو ملتزم داخل المنظومة للوزارة لأن الموضوع لو ترك على الغارب هتلاقي كلها هيكلم في الطريقة في اللي هو عايز أه لكن إحنا عايزين برضو ما نضيقش على الناس وندي مساحة للإمام والدعية والخطيب يفكر ويبدع إحنا بدك إطار عام إنت أبدع في إلقائه بالتناول بالتناول كيف أتناول هذه القالية ربما أنا أتناولها بأسلوب حضرتك تناولها بأسلوب كل واحد حسب أسلوب وحسب عرضه لكن هو بس إلتزام بالإطار العام إطار العام طيب نقطة مهمة جدا بقى وهي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للإمام وال أنا عرف إن هذا الموضوع قد لا يكون قريب من إخصاص حضرتك بسبب أخذ رأيك فيه كقريب من الإمام والإنتزام يقوله طالع من تحت السلاح يعني صحيح هل إحنا محتاجين لإعادة نظر في الأوضاع المالية والاجتماعية للدعاء لأنه هو برضو ما هو لازم يبقى ليه شكل ويبقى ليه منظر ويبقى ليه هيبة ويبقى ليه فواخدين حقهم ولا؟ أنا عايز أقول لحضرك أولا أنا بشكر سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي من هذا البرنامج لأنه هو وجه معاد السيد الوزير باهتمام ماديا بالسادة الأئمة وإن شاء الله وهذه بشرة قبل نهاية 2019 بإذن الله حيكون فيه زيادة كبيرة ثابتة لكل أئمة مصر كل الأئمة بلا استثناء قبل 2019 ما تخل إن شاء الله إن شاء الله يعني جميع أئمة مصر جميع الأئمة بلا استثناء سينالونا حظا وافرا لا يقل عن 500 جنيه في الشهر لا يقل لا يقل بل أكثر إن شاء الله وزيادة ودي مرحلة لكن الأيام القادمة إن شاء الله لكن إحنا عايزين نقول برضو إن لو بصينا لظروفنا كلنا وظروف الموظفين اللي حوالينا هتلاقي الأمور قربة من بعضها يعني برضو لكن أنا أشايف إن الوزارة ومعاين الوزير والله لا يقل جودا في إنه يهتم بالأئمة ماليا ودعويا وتثقفيا واجتماعيا لكن المتاح في الوزارة أنت مقيد بقيود طبعا فأنت بتحاول تمشي وتحاول تساعد على قدر المتاح لديك من الوزارة لكن فيه إن شاء الله مباشرات زيادة ثابتة بشرة خيرة إن شاء الله بإذن الله أنا حسبك عليه لو محصلت إن شاء الله يحصل بإذن الله لكن أنت أقول جميع الأئمة بلا استثناء إن شاء الله أنا حابب جدا هذا الكلام وهذا الحوار إن شاء الله لأنه القضية قضية عامة ما بيتحمله بس الدعاء فقط ولا الأئمة والخطباء فقط دي قضية مجتمع بحاله بس الأئمة في القلب منه لأنه هم موجودين متواصلين بيتكلموا الناس كانوا ولا يزالوا بيسقوا فيهم فإحنا طول الوقت اللي أنتوا بتعملوا أنه هم بيبقوا على قدر المسئولية وإحنا كمان عاوزينهم بيبقوا على قدر المسئولية أنا بشكر حضرتك جدا دكتور أشوفامي مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف والمشرف العام على أكاديمية تدريب الأئمة إن شاء الله نزوركم قريب هناك شرفونا ونورونا شكرك جدا وبشكر حضرتكم على متابعة هذا الحوار ألتقيكم غدا إن شاء الله وتصبحونا على وطا شكرا 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 شكرا